اهلاً بحضرات هيكون سكان الأرض على موعد للاستمتاع بمشهد رائع في الساعات الأولى من يوم الخمس هيختفي خلاله المريخ تماماً خلف الأمر المكتمل في حدث يعرف باسم الاحتجاب وهيصبح البدر يوم الأربع سبعة ديسمبر على مقربة من المريخ اللامع خلال حدث يعرف باسم الاحتجاب القمري ويوم الخميس هيكون المريخ في المقابلة وهو ما يعني وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهم البعض عند رصدهم من الأرض واللي بيعني أنه في سماء الأرض هيتم العثور على المريخ مقابل الشمس مباشرةً بتتزامن الأحداث دي أيضاً مع اقتراب المريخ من الخضل وهي أقرب نقطة لي إلى الأرض اللي حصل في 30 نوفمبر المنى في الواقع بتمنحنا الأحداث الفلكية دي مجتمعة رؤية رائعة للمريخ في سماء الليل خلال هذا الأسبوع فبيظهر أطبر وأكثر إشراقة من المعتاد واللي بيخليه من السهل اكتشافه بجوار القمر البارد وهو الإسم الأكثر شيوعاً لبدر شهر ديسمبر ولن تحول ظروف التقص السيء دون رؤية هذا الخدس أن هناك الكثير من الفرص لرؤية المريخ في أفضل حالاته هذا الأسبوع بفضل العديد من عمليات البث المباشر المجانية عبر الإنترنت وفي أجداء كثيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وبعض الأجزاء من شمال إفريقيا هيكون الاحتجاب القمري مرئي في سماء الليل في 7 ديسمبر و 8 ديسمبر أيضاً بيبدأ المشهد بعد نع ساعة من غروب الشمس في 7 ديسمبر لمراقب السماء في أمريكا الشمالية فبيقترب البدر والمريخ من بعضهم البعض في أوروبا هيحدث ده قبل شروق شمس يوم 8 ديسمبر واعتماداً على موقع الشخص هيختفي الكوكب الأحمر بعد كده خلف الأمر قبل ما يعاود الظهور بعد ساعة بيستخدم مصطلح الاحتجاب في علم الفلك لوصف حج جرم سماوي لجرم سماوي آخر وبيحدث الاحتجاب لما يمر الجرم السماوي أمام جرم آخر من منظور المراقب وفي حالة الاحتجاب القمري للمريخ الأسبوعي الحالي فده بيعني أنه من الأرض هيظهر القمر ليخفي أو يغطي الكوكب الأحمر وبالنسبة للعديد من المشاهدين هيختفي المريخ خلف الأمر لمدة ساعة تقريباً قبل ما يعود للظهور مرة تانية وأوضحت وكالة ناسا أن الأمر بيمر أمام الكواكب في سماء الليل لعدة مرات في السنة وفي الواقع أنه بيحجب المريخ نفسه بشكل عام مرتين على الأقل كل سنة لكن كل حالة احتجاب بتكون مرئية فقط في جزء صغير من سطح الأرض بالإضافة إلى أن رفيق الأرض السماوي هيحلل كوكب المريخ مؤقتاً وهيكون بدر الليلة الأربعاء آخر أمر مبتمل في عام 2022 يشار عادة إلى القمر الكامل لشهر ديسمبر باسم القمر البارد نسبة إلى الجو البارد اللي بيجلوبه معه ده بحسب القبائل الأمريكية الأصلية والقمر الكامل لشهر ديسمبر أيضاً بأسماء أخرى زي أمر التلج الأمر صانع على الشتاء وأمر الصقيع وأوضح علماء الفلك أنه لما تحدث المقابلة يوم الخميس فده بيعني أن المريخ والأرض والشمس جميعهم بيكونوا في خط مستقيم والأرض بتكون في المنتصر بنفس الترتيب يعني أن الكوكب هو حرفياً في موقع مقابل للشمس ومن هنا جي مصطلح المقابلة واللي بيخلي الكوكب الأحمر يبدو مضاء بشكل ساطع من نقطة رؤيتنا على الأرض دي كانت كل المعلومات عن اختفاء المريخ تماماً خلف القمر المكتمل في حدث يعرف باسم الاحتجاب يوم الخميس المقبل انتظرونا في المزيد من التغطيات على تلفزيون اليوم السابع وإلى النقاط ترجمة نانسي قنقر